هنتكلم عن أهم المصطلحات في التركيبات الثابتة في terminology لو حد بعد الشر فقد رجله وركب رجل صناعية دي اسمها استعادة صناعية أو prosthesis لو حد قطع ودنه بيركب prosthesis استعادة صناعية أو عضو صناعي لو قطعت مناخيره بيركب كذلك prosthesis لو اتخلعت عينه بيركب prosthesis لو فقد المفصل زي أمهتنا الكبار حصل نتيجة خشونة الركبة بيفقد الغضروف تحتاج تركيب مفصل صناعي ده كذلك prosthesis يبقى أي تعويض عن جزء مفقود من جسم الإنسان بس بنعوضه هل هو زراعة أعضاء؟ لا بعضو صناعي ده اسمه prosthesis دي غير زراعة الأعضاء زي الكلاوي الكبد ده بيبقى عضو طبيعي أو الاستمسز اللي بيحاولوا يخترعوا فيها نحاول نعوضه بعضو طبيعي بدل العضو الصناعي يبقى هي استعادة صناعية artificial replacement of a missing body part ألا سنة واحدة بس يبقى بركب له بروسو دونتكس من كلمة بروسو من prosthesis استعادة صناعية دونتكس من dental سنية يبقى بركب له سنة صناعية أو نسميها استعادة صناعية يبقى البرسو دونتكس هو علم طب الأسنان the dental specialty بيختص بإيه؟ إن أنا بعوض restoration بعوض أو برجع the oral function الوظيفة the comfort الراحة the appearance الشكل and the health صحة وسلامة the natural teeth بعوض الأسنان عن طريق إن أنا بركب مكان سن مخلوع replacing بعوض أو بستبدل missing teeth أسنان مفقودة ممكن سنة واحدة أو أكتر مش بس الأسنان لأ ده أنا ممكن كمان جزء مفقود من العظم واللفة وجزء مفقود من الفك oral and maxillofacial tissues زي إيه؟ ممكن أن أركب الأسنان and عارفين بعد فقد الأسنان بيفقد البون والجنجبة بيحصل البون لص and jungever recession فلو ما قدرتش تعوضها بي الجراحة طبعا بريودونتست أو السرجن بيقدر يعملها ممكن المفروض ما يتجاوزش 2 مليمتر بعوضها في التركيبة كذلك ربنا يعافينا وإياكم مرضى السرطان لو فقط جزء من الفك فبنعوض جزء الفك ده لأنه بيبقى داعم لي الخد ولي الشفاء lips and cheeks وكمان يديني retention لي الدنشر عمله ما يدي retention إلا لو قفلت ده اسمه obturator بيقفل مكان ال space أو جزء اللي شاله جراح نتيجة ورم سرطاني ربنا يعافينا لحد ما يزرع له مكانه عظم وانسجة طرية يبقى التركيبات بتتعوض الأسنان أو جزء الأورل أو إلداء اللي نجزله facial tissues جزء من الوجه والفكين التركيبات ممكن تكون تركيبات ثابتة بزقها في الpatient mouth ما بيلعهاش فبيرتاح جدا ما بيحسش بيها أوي لو هي مزبوطة بيبقى شكلها أحلى بس تكلفتها بتبقى أعلى دي الفيكست بروثو دونتكس وممكن تكون تركيبات متحركة ريموفابو روثو دونتكس يقلحها الpatient قبل ما ينام بيحطها في كوبية مية عشان ما تكسرش وبيغسلها وبينضفها طبعا بتبقى حاجة محرجة ومقززة ومش مريحة خاصة لو شافها زوجها أو ابناءها أو ممكن تنزل البحر تطلع من غيرها ممكن لو بتعطس قوي أو بتدحق جامد ممكن يقع لو الريتنشن بتاعه ضعيف فالتركيبات المتحركة هي بتبقى الأرخص ومنلجأ لها لما يكون التركيبات الثابتة غالية عليه أو ما تنفعلوش بسبب systemic disorder وأسباب كتير يبقى لو هنعمل تركيبات ثابتة هي معناها استعادة أو تعويض restoration أو replacement بعوض أسنان مفقودة teeth بتركيبة طبيعية ولا صناعية صناعية احنا قلنا دي مش زراعة أعضاء دي artificial substitutes بدائل صناعية طيب بسببتها ازاي يا دكتور؟ يا إما بسببت على أسنان طبيعية natural teeth وممكن يكون معظم الأسنان تأكلت وما توفرش منها غير الجذور فقط roots وممكن أسببتها كمان على زراعات implants كل دي دخلة في fixed prosthodontics المهم أن ما إلعهاش patient طبعا لكن ورد أن السيمنت يفك منه وهيجي لك أنك تزقها تاني أو تعيد التركيبة أما التركيبة المتحركة removable prosthodontics معناها تعويض الأسنان وكذلك جزء من oral structures شايفين؟ هنا بيغطي البلد ممكن يعوض جزء من الجنجفة التركيبات المتحركة يمكن من أحد هم مزاياها إنها بتعوض الجزء المفقود في الأورام السرطانية لا جزء كبير يعني وتعوض جزء كبير من الجنجفة أو البون لص عكس التركيبات السبتة التركيبات السبتة هي بتعوض الأسنان mainly وكبيرها تعوض 2 مليمتر الصح إنها متعوضش أكتر من 2 مليمتر من البون لص and الجنجفة recession المهم أن التركيبات المتحركة بيقدر العيان بيلبسها وبيقلعها قبل أنهم ممنوع ينام بيها لأنهم ينموا عليها فطريات ولازم يحافظ على نظافتها ويعيوبها كتير ومش مريحة